ايام طويلة من البحث والترقب حبست عائلة الطفل جولا انفاسها على مدى 14 يوما وظلت تنتظر نتائج البحث على احرمنا الجمر امال العثور على الطفل على قيد الحياة ظلت قائمة حتى اللحظات الاخيرة لكن في النهاية جاء الخبر الصادم فرق الانقاذ تعثر على الطفل المفقود جثة هامدة في قعر البئر العميقة تغادر سيارة الاسعاف هذه المنطقة الواقعة قرب ملقا لتعلن نهاية عملية البحث الطويلة والمعقدة نهاية مأساوية للطفل البالغ من العمر سنتين رغم تعبئة السلطة الاسبانية امكانية هائلة جهود الانقاذ تواصلت ليلة نهار وشارك في العملية العشرات من عناصر الحرس المدني الاسباني وعمال المناجم وقام الفريق المكلف بالبحث بحفر بئر موازية للبئر التي سقط فيها الطفل كما لجأ المشاركون في العملية لا استخدام الضوء الصناعي ونقل الأكسجين إلى البئر التي يصل عمقها إلى مئة متر لم تنفع هذه الجهود في النهاية بسبب صعوبة التضاريس التي أطالت من مدة البحث كوجولا كان رفقة عائلته في رحلة تنزه قبل أن يسقط في البئر حادثة مأساوية اكتست طابعا استثنائيا حيث حظيت باهتمام واسع من طرف الرأي العام الإسباني الذي ظل يتابع آخر فصول عمليات الانقاذ ترجمة نانسي قنقر